السلام عليكم بنات كديرين لبس عليكم كديرين مع الصحة أتمنىكم لكم تكونوا بخير ولا خير وتبصحة جيدة إن شاء الله اليوم غندير معكم واحد الحسوبة ديال البلبولة وغندير في واحد الإضافة تيجيبوها واعرة ما تشبعوش منها عندنا هنا يا البلبولة أنا رطبتها وغيتو ترطبوها في الليل ترطبوها غير في المبارد وغيتو تخليوها الصبح أنا رطبتها الصبح بكري قدرت لي هالما طيب لا تقول لي أصلا تتبدأ من هنا تتبدأ معلكة وما تتأخدش لنا الطيب بثاف وعندنا واحد البصلة حمراء إذا بخلاص ما بقعتش البصلة خضارية من الأحسن ديرو فيها البصلة حمراء ومليحة والزيت البلدية وتعلي الأخر وغادي نزيدو الكامون وغادي نوريكم واحد الإضافات وغادي نزيدو ملعنا تجيب واحد الماضغ تيجي واعر وزوين وبنينة بزر مهم نغيرو شوية كل مرة كتليكم كل مرة تنذيرها بحويجوخة ما تنشاركش معاكم كل مرة تنذيرها بشيشكي مهم اليوم سنتقاسمها معاكم قبل ما نبدأ معاكم الحسوبة دي البلبولة شدت بنجال برتوفها الطاوة ودهنتو شوية الزيت البلدية هندخلو الفران هندل معاكم واحد زالوك تيجي ساهل وتيجي بنيل ومفيش بزاف ديال الدقامة هندهنتو كاملين هندخلو دابا الفران تيتش وقت وارجع معاكم هنده بقطعنا هاد البصيلة ههنا هندلو علاجش في الزيت البلدية هندهنك وقتروا شوية ملح شحرة مزيان اي شخي ندروها تجينيبنينا ضرورى مانشحرها مزيان تحرق المصلي جيد تضيف المضهبة تضيف المضبق ثم نزيد البنج ثم نزيد الماء نتعرفها مزيدة انا أرى الخطر تطيبها في الماء ونطيبها مزيدا اختفتها مزيدا وتتكرب الطيب سوف اخذك الإضافات لنزيدها كيف تتنجل من الفران اضافة لفلف الحمراء سوف اضافة لفلف الحمراء سوف يجبانها ستعطي الماضاقية اكثر من الفلفلة خضراء الدنجال بالنسبة للبنات المبتدئات باش ما يحرقهم مش في ديهم يبقوا مخلي اللي هاد هاد طريبيش هادا من هنا مني يشدو تحيدو هاديك التحتانيات يقطعوها صافوتي بدوي تبدا تجرب حلاكوها تيجي ساهل فتحيات ديالو ساهل فتحيات ديالو ساهل فتحيات ديالو السمرة كانت سنكمل ونوريكم الطريقة باش غادي نصايبه ساهل فتحيات ديالو سامدلنا في المقلة شوي تعز زيت بلدية سنشحروه فيه شوي هادا تومة اللي تيبغي الماضاق ديالتومة يقدر يخلط هادشي بلاما يطيب التومة انا ما عادت انكترها فا فا زعلوغ سنمتديها شوي هاكو فا الزيت نضيف الفلافن نضيف الفلافن و نضيف الفلافن و نضيف الفلافن اضع الخل بيض اضع الخل بيض اضع الخل بيض اضع الحمض اضع الخل في باستقبل حينها اضع الخل بيض ستبخر الخل مضغ اضع الخل مضغ اضع الخل قطع اضع الخل اعجبها الهريسة والسودانية يزيد في هذه المرحلة الربع سنزيين بغفاء فنفاش سنقدمه في التبايا سلس بغفاء ومن الاحسن هاد هاد زعلوك يتكال بارد بد ما تيبرد تيولي مزيان اخصف هاد الصيف نوصل الصيف وصخل الحال تيولي يجي مقبلة معالي صالات فجنة بالطبلة تيجي خفيف ونفيش لقامة سنقدموه نوريه لكم دابل بالبولة دينا راها طابت قريب نطفي اليها الاساس اللي غادي نزيد فيها هو هاد واحد جوش جزارة صغيرة ورين حكيتهم في الحكا كرقيقة وغا نزيد شوية دي الفليو خليتو ما بغيتش نقطعو تتتشوفو غتيجي فيها دفليو واعر غادي نقطعو وغادي رجع معاكم جزارة سوف تقوم بشكل جزارة وشكل جزارة سوف نزيد سوف نجعله شكرا جزارة سوف نضع الوضع لون وماداق سوف نضع حاولو هادا الاعشاب لابوي تزيدوهم لاناش مرة تنزيدانة السالمية ولا الزعترطرية ولا حاولو ما تقطعوهم تتبغيو تديروهم باش مايفقدوش هادوك الزيوت العطرية اللي فيهم ومايكحالوش اللي بغي يزيد فيها الحليب يزيد اللي ما بغاش يخليها هكا انا غنزيد فيها الحليب ولكن ماشي دابا تلخر تيطيب لنا شوية الجازر شو ما شاء الله اللي تيو اللي فيها هنخلي واحد عشرات دقيق سافيه ونضيفه لالحليب دابا بدأس عشرات دقيق طاب لنا الجازر لانا حكيتو في الحكاكة ديك الرقيقة دابا بخلط شوية ديالو حجوج معلقة تقريبا ديالنيدو الحليب المجفف في الماء ولا تديرو في الحليب اللي بغيتو ولا تديرو الحليب العادي انا درت نيدو ودرتو في الماء هنخلي وهي غلاوي عاود واحد خمسة دقيق سافيه ونضيفه على الحسوة ديالنا وهي موجودة موجودة ديالنا هاي غلات وعاودات هنطفو عليها هنطفو انا سرفيه مأكم تجي ما شاء الله تجي واعره وبنينا في اليورة تعطي واحد المعضاق لا يقاوم ندروا في واحد الخويت زيت بالدية من الفوق وشوية الكامون وهذا هو زعلوك دينا ندروا عليه خويت زيت بالدية من الفوق خليته برد راتيجي منعيش بدأت يسخل الحال من الأحسن نقدموه بهالطريقة بدنات هدوما الوصفات اللي قدرت معاكم اليوم نحسوها بالجازار وفليو وزعلوك بلايقامة بارد ولفلفلة حمراء وخضراء جربوا هالطريقة وردوا عليه في الكومنتر وتجي واعره ما شاء الله البنات وصلنا لنهاية الفيديو اللي عجبوكم هاد الوصفات ما تنسوش تديروا الياجين وتشجعوني بكلامكم الطيب تكتبوا لي يدي كومنتر وتبرتاجوا مع الأحباب ديالكم والأصدقاء باش لي عجباتو شي وصفة يطبقها واللي شاف قناتي أول مرة ما ينسى شي ضغط على زر الاشتراك ومرحبا بالجميع وانتمنى نكون خفيفة ضريفة عليكم وإلى اللقاءة الفيديو الجاي إن شاء الله اشتركوا في القناة